بعث حضرة صاحب الجلال السلطان حيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعا رسالة خطية لأخيه جلالة الملك حمد بن إيسى الخليفة ملك لمملكة البحرين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأمور ذات الاهتمام المشترك سلم الرسالة صاحب السمو السيد فاتك بن فهر السعيد المبعوث الخاص لجلالة السلطان خلال استقبال العهل البحريني لسموه بقصر الصخير بالعاصمة المنامة عصر اليوم ونقل سموه خلال مقابلة حياته وتمنياته جلالة السلطان المعظم أيده الله إلى أخيه ملك مملكة البحرين بدوام الصحة والسعادة والشعب البحريني الشقيق بالطراد التقدم والإزدهار من جانبه حمل جلالة الملك صاحب السمو نقل تحياته وتمنياته الطيبة لجلالة السلطان المعظم والشعب العماني بمزيد من النماء والرخاء حضر المقابلة سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لملك البحرين ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي والقائم بأعمال سفارة السلطنة في مملكة البحرين